في ناس بتشرب الشاي كده طب دي فهمناها ايه ايه دي وبعدين في ناس بقى ايه الصباح ده لازم واسهم بقى لو ضفوا طويل السلام وفي ناس بتندغ يعني تلاقي بيندغ الشاي حدش قال لنا مطلعوش صوت ولا حد قال لنا اي حاجة خالص ولقمة المستحية لقمة المستحية دي دفتت نظري بشكل هستيري طبق مثلا فيه كوبيبة وراء عناب وكله غرف 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 وبعدين فاضل اخر كوبيبة كله ما ياكلهاش كلهم باولاد ناس وكله قاعد برقب كله يشوف مين اللي هياخدها ووكل تمانية قبلها ايش مانا جات على التسعة من العادات برضه غريبة جدا انك بعد ما تعمل ككي تقوم بص في التواليد ايه القرف ده ليه؟ دي عادة غريبة جدا كأنه بيتطمن او انت مش حاسس انك عملتها بتتطمن على ايه؟ ما هو انت اكيد حاسس انك عملتها يوم بص في التواليد كده وشد السفون متشد السفون وخلال هتشوقي حيكون ويع منك فلوس مثلا ما هو اللي ويع معروف ويع بني يا كاكي في النهاية ما هو معروف اللي نزل منك على حسب انت واكل ايه؟ في استخدام بقى رهيب لمعجون السنان انك لما تتلسع تجيب معجون السنان بتاعك لوسط تحطه عليه وتدهن مكان الحر ودهنه بفرشة بقى كده كده وتأكد انه ويع الملعدات الغريبة برضه لما تخبط على الباب فالجوه يقولك مين؟ فتقوله انا يوم فاتح ما انك مرتوش انا مين؟ يعني ديها عندنا في مصر مشهورة جدا اول ما تبقى في الأسانسير دوست عزراوخة في الدور الأرضي في يوم جاي واحد فاتح باب جاري يقولك طالع لا برايح شوية ايه اللي طالع؟ اما انا في الدور الأرضي اكيد مش نازل تحت الأرض زي ما بتبقى وقف كده على مبولة تلاقي واحد جاي وقساب كل المباول ويف جنبك ليه كده حماد؟ ولا المباول اللي بعد ما تمشي تنزل ماء في معظم الفنادق والدول المتقدمة تلاقي فيه سنسور كده الجهاز كده فوق المبولة بيقيس كده يحس ان في واحد واقف قدامه بحس ان الواحد ده اول ما يمشي تقوم الماء نازلة ايوة طب انا حضرتك محتاج بماء دي يعني اعمل ايه؟ وانا رجل يعني مسلم هو لازم ما اتشطف ما اتشطفش اتشطف فتف يعني ولا اعمل ايه؟ فطبعا بيبقى شكلي زبالة جدا لاني بقوم اعمل ايه بقى؟ بقوم واقف مخلص بكل الببي وبعدين اقوم خارج برا المبولة اول ما ام اتنزل اقوم راجع جرج عشان اشطف فمرة حصلت لي بعمل كده في اللفس اللحظة انا بلف بقى كده اللي هو لقيت ونزل ماء وببصت كده انت من واحد وقف فيواشح اعمد حلمى انت بالترتل في الارض ايه؟ ولا مال ام انا بعيد عن المبولة رحت لافظ بسرعة جدا علشان احركت فبلف بسرعة تفشت الاميه خلصت ارتعت المبولة اقوموا لازم بقى السنسور تاني اقامل القصة دى تانية فروحت عامل قال يعني أنا لسه ما خلصتش بس أنا يعني كنت بجاهز قبل ما خش على المبولة قال يعني أنا لسه هبتدي ووقف بقى استناني عشان أنا أخلص عشان أعيز يتصور فطبعا هو تصور وأنا ما تصيرتش ترجمة نانسي قنقر